اشهد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة وسعادة مهندس ابراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بمشروع جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي والكائن في منطقة تهورة عالي وبما يمثله من رافض كبير لتحقيق أهداف مملكة البحرين التنموية المستدامة جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزيران للمشروع لطلاع على أخير مستجدات هذا المشروع الاستراتيجي والعمل على موصلة تكامل جهود للجهات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي من جهته أكد وزير شؤون البلديات والزراعة على أهمية المشروع ودوره الاستراتيجي في دعم ملف الأمن الغذائي وزيادة الانتاج الزراعي وبما يحقق التطلعات المنشودة بدوره أوضح وزير الأشغال أن مشروع جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي يمثل مبادرة طموحة تسهم في زيادة حجم المنتج الوطني عبر تأمين الغذائي واستدامته ترجمة نانسي قنقر